بونجو غالن بيكم حلقة جديدة قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة كلمة اشتراك تحت الفيديو جنب اعلنت الجرس اضغطوا عليها واختاروا منها كلمة الكل عشان دايما نجي لكم اشعار بكل جديد بعمل يلا نبدأ الفيديو النهاردة ان شاء الله هنحل امتحان الاولى سنوي يلا بينا نبدأ بقى في الامتحان بتاعنا هنبدأ باول سؤال معنا هو الوثيقة الوثيقة بتاعتنا بعنوان يعني في الفصل قبل ما نبدأ في قراءة الوثيقة دايما عودوا نفسكوا ان انتوا بتشوفوا مين الاشخاص اللي بتكلموا تمام نتحددوهم كده الاول وبعدين نبدأ بقى نقرأ بقى ونترجم في الوثيقة بتاعتنا الاشخاص هنا قدامنا لبخاف سير المدرس وليزي ليف التلاميذ تمام؟ لو بخاف سير بيقول بانجور تول ماند لزي ليف بيقولوا بيردوا عليه بانجور مسيو بيقول لهم ايه كالجور صام نو فأي يوم نكون ردوا عليه قالوا نو صام لمردي احنا نهاردة يوم ايه تلات قالوهم كالليلة دات اجور دوي يعني ايه تاريخ النهاردة قالوه لو ناف جوية يعني ايه التاسع من شهر ايه يوليو ردوا عليهم قالوهم كوا يعني بتقولوا ايه يعني ماذا ماذا تقولوا يعني انتو بتتكلموا بصوت واطي تتكلموا بصوت علي من فضلكم ردوا عليه بيقولوا دكور مستير ايه نو صام لنوف جوية يعني ايه دكور سيو نو صام احنا في احنا نحن نكون في التاسع من شهر يوليو ردوا عليهم وقالوهم اوكي لكزامن ايه تابري ايه اابري دو جور بعد ايه يومين نحن لبقى على الدكور مو بتاعتنا اول سؤال بيقول لو بخوصر نقط بيا سيزلي ايكوت يسمع ولا نيكوت با يعني لا يسمع يعني لا يسمع ولا بارل يتكلم ولا نو بارل با لا يتحدث او لا يتكلم هنختار هنا ايه طبعا الاجابة هتكون نيكوت با اللي هي نمارو بي استؤال البعض سلان لدوكمان لادات دو جور دوي ايه يعني وفقا الوثيقة تاريخ اليوم هو ايه بقى هنختار ايه من الاجابات دي طبعا هو الف الوثيقة ان هو لنوف جوية مش كده يعني تسعة سبعة يبقى هالاجابة هتبقى نمارو سي اللي هي ايه لنوف جوية نمارو سي نمارو تخوا لكزامن ايه يوم ايه بقى لمركودي ولا لفندردي ولا لمردي ولا لجو دي الاجابة طبعا هتكون ايه طيب احنا لو شفنا في الدوكمان هتلاقيك ايه لحين بعد يومين وهو كان سألهم النهاردة ايه قالوا ليوم الايه لمردي اللي هو التلات يبقى بعد يومين يبقى الاجابة هتكون لجو دي الخميس تمام يبقى نمارو دي نمارو كاتر بقى بيتقول ايه المدرس المدرس بيتحور مع التلاميذ فين بقى في الشارع ولا في المدرسة ولا في الحجرة طبعا ايجابة هتكون ايه هتبقى دان لوليسي في المدرسة اللي هي نمارو بي نشوف السؤال البعض برضو عبارة عن واسيقة لسل دوكومات ويشوزي هنقرأ الوثيقة الاول زي ما تعودنا وبعد نحل عليه بانجور جو مابل عمر انا اسمي عمر جو سي ليف دان زونيقول سوغندير انا تلميز في مدرسة سانوي جي اون غراند تخوس انا عندي مقلمة كبيرة دان ما تخوس في مقلمتي ايليا انا ستيلو بلو عندي الم ايه يعني ازرق انا ستيلو نوار وا الم ازرق انا ستيلو روج وا الم احمر تمام انا خيان وا الم رصاص اون غيجل يعني مصطرة اون غوم استيكة اي ان تيب دوكول اللي هو السامر جو ني با دو سيزو ما عنديش مقص نشوف اول سؤال معنا عمرو وا او كوليج ولا اوليسي ولا اوليكول بريمار ولا او تخفايا هنا الاجابة اي طبعا هتكون نميغو بي اللي هي اوليسي اللي هي في مدرسة سانوي تمام السؤال البعض لا تخوس دامر لا تخوس دامر اللي هي المقلمة بتاعة عمر لا تخوس دامر ما هيش اي بقى بوتي يعني صغير ولا جراند كبير ولا بوتيت صغيرة ولا جراند كبيرة طبعا هنا هنختار بوتيت اللي هي نميغو سي لي بقى لان كلمة لاتخوس او لاتروس اللي هي المقلمة مؤنسة خلوا بالكم الحتة دي قوي فمش هينفع نقول بلي هي يعني نقول بوتي الأولانية خالص لا هي بوتيت اللي هي نميغو سي اني بعضو عمر نقط ستيلو دان ساتخوس عمر عندو كم ألم بقى هنا 3 ولا 13 ولا 2 ولا 4 هنا كم طبعا هو عادي يقول هو عندو تلاتة لا يمش هو عادي يقول عندي ألم أني ستيلو بلو وأني ستيلو نوع وأني ستيلو روج يبقى عندو هنا 3 اللي هي تلاتة لو الاختيار نميغو A يبقى هنختار هنا نميغو A اللي هي 3 اللي بعضو عمرنا با 2 نقط 2 يبقى تيوب دو كل اللي هو سامغ ولا جام أو مقص يعني ولا ستيلو ألم طبعا هو هنلاقي في الآخر اللي هو je n'ai pas du ciseaux مش كده آخر حاجة يبقى هو الاختيار هيكون نميغو A اللي هي كلمة ciseaux في السؤال اللي بعدو كست كونت بو دير دان لسيتياشين سويفانت ماذا هنقول في المعاقف التالية لتحقيق لتحقيق المدرس بتاعك هنقول اي بقى طبعا الإجابة هتبقى نميغو A لها السالو اللي بعدو بتقدم صديق لك يعني تودي انت هتقول هتقول اي بقى جو مابل علي انا اسمي علي ولا انا اسمي حسن ها هو حسن ها هو حسن سيمون ساك انها يعني حقيباتي ولا جو بخيزان تا كادو اقدم هدية طبعا الإجابة هتكون نميغو بيل هي يا فاسي حسن اللي بعدو توك سيبخيم تيجو يعني ايه بقى بتعبر عن ميولك يعني تمام تودي انت هتقول ايه جو بارل انجلي انا بحب انا بتكلم يعني انجلي انجليش يعني ولا جو في مان دووار ولا انا بعمل واقبي ولا جو جو غار لاتليفزيون ولا بشاهد لاتليفزيون ولا جم لو ديسان بحب الرسل عن الإجابة هتكون نميغو دي اللي هي اللي بعده بتتحدث او بتتكلم عن يومك المفضل تيدي انت هتقول بحب الاردر ولا بحب يوم الجمعة ولا بحب الرياضيات ولا يعني طبعا هنا الاجابة هتكون مغروب بي اللي هي بحب يوم الجمعة اللي بعده تُو دومان اتان كامراد لادات دو سانيسانس تُو دي انت بتسأل صديقك عن تاريخ ميلاده تُو دي انت هتقول هتقول له اي بقى هتسأله باي هتقول او تييني يعني اين ولدت ولا كليل الادات دو جو دوي ما تاريخ اليوم ولا جو سويني لتوى مارس انا ولدت تلاتة مارس ولا كون تييني متى ولدت طبعا من ادم انا اللي بسأله يبقى ها يبقى الاجابة هتبقى نمارو دي اللي هي كون تييني متى ولدت تُو دونتي في انو بجي تُو دي يعني انت بتحدد هوية شيء او بتعرف شيء يعني هنقول ايه كسكو سي ولا سيكوة ولا سيتان براسلي بريزيليا ولا سيمان وازن دو كارتير هنختار هنا ايه طبعا الاجابة هتكون نمارو سيل هي سيتان براسلي بريزيليا يعني سورة برازيلي تُو ديكري لو كارتير دان كوبان تصف شخصية صديقك هتقول ايه بقى هنا هنال سيزان ولا هنال سور في السور انترنت ولا هنال تري سوريانت ولا هنال رومانتيك هنا الاجابة الافضل ايه طبعا الاجابة هتبقى نمارو دي اللي هي هنال رومانتيك يعني هنال رومانسي السؤال اللي بعد وبقى نختار شوازي سي نقط سي لبرميير ما سي نقط كومان ولا كي Teams ولا كوا ولا كون طبعا هنا هي الاجابة بتقول سي لبرميير ما هو الاول من ما تمام يبقى هنقول ايه سي كون كون اللي هي الاخيرة اللي هي معنىها متى نمارو دي يبقى الاجابة نمارو دي اللي هي كون بمعنى اي متى نمارو دي سات احنا في رقم سبعة عشر يعني هن يتكلمنا فرانسي ولا فرانسيز ولا فرانسي طبعا هنختار هنا ايه هنختار اللي هي الاولى نشوف اللي بعضو اللي فوتو دو سالوى سان بو ولا بيل ولا بيل ولا بو انه بقى اختيار يعني ايه شكل الشكل هنختاره من دي بقى طبعا هنشوف اللي فوتو دي هنا دي جمع مؤنس يبقى بالتالي هنختار الاجابة عن ما هو سال هي بالة جمع مؤنس تمام طيب نشوف كده كلمة بفاغ اللي هو ايه سرصار يعني بتكلم كتير هنا دي كلمة مفرد وهنا خلي بالنا ان هي اللي هي الايه الجمع يعني جمع مؤنس طيب واسوسيا بالاجتماعي هنا برضو مفرد انتليجون هنا جمع بس هنا انتليجون جمع مذكر تمام انما سامبا يبقى هي اللي مفروض الاجابة تكون سامبا دلواتي احنا في نموغو 20 رقم 20 سامبا نموغو 20 سامبا جمعه الرقم جو سامبه هتبقى اللي بعده صف اللي هي معناها معادة يعني مثلا ولا مي لكن ولا تخيل هنختار هنا ايه طبعا هنا هنختار كم تمام لهي مثلا يعني هو طبيب مثلا ابيه طيب اخر واحدة بقى طبعا لو احنا حوزين تصريف لو اتكلم او يعني المعنى الصح عارفين اللي هي قاعدة المدارع اللي هو تصريف افعال المجموعة الاولى في المدارع تمام اللي هي لو نفتكر ان احنا بنشيل الار وبنضيف بقى الايه لنهايات مع الجو او مع التو او اس مع اليل والل او مع النو او ان اس مع الو او زد مع اليل الجامع او ان ت بالتالي هنا تصريف مع الضمير الفاعل ال هتبقى ال اللي هي نمغوب بي يبقى الاجابة هتبقى نمغوب بي اللي هي بارل او بارل تمام نشوف بقى السؤال الاخير هنجاوب بقى على الايميل ده طبعا احنا عارفين يجاوبوا يعني انا هجاوبوا معاكم كده شفاوي وتكتبوا لي بقى انتو الاجابات كمان لو تحبوا تكتبوها بقى انتو كتابة وتوروها لي في الجروب وفي البيتج بتاعتنا على الفيسبوك يعني ايبعتولي تمام المهم نحل كده هو بيقول ايه هنا قولنا هنجاوب كده واحدة واحدة على كل حاجة الواحدة يعني هو بيقول هنقولو هنقولو برضو ايه طيب مثلا نقولو ايه ايه طيب الى الكلاج عندو كم سنة هنقول الى مثلا كنزو عندو 15 سنة طيب كالسان سيجو ميولو ايه ممكن نقول الاما لودسا بيحب الرسم مثلا يعني تمام كده حلنا السؤال بكل سهولة وما فوش اي مشكلة يعني انا شايف ان هو يعني حاجة سؤال سهل جدا نش عارفة فيه كتير بعطون ان هما بيخافوا منه ليه نش عارفة اخر سؤال معانا بقى النهاردة اخيرا اكتب من 15 ل 20 كلمة في الموضوع في هذا الموضوع الموضوع اللي هو ايه بقى قدم نفسك من نحية ايه بقى يعني ايه اللي هو هو جايب لك افعال لا ممكن تستعين بيها في جوماليان سابلي اللي هو يسمى اتخي يكون ابت يسكن طبعا هو برضو ما فيهاش اي حاجة هسيب لكم بقى السؤال ده انتوا تحلوه وتبعتولي الاجابة في التعليقات بقى في البيتج بتاعتنا على الفيسبوك او على في الجروب بتاعنا برضو على الفيسبوك تمام كده انتهينا الحمد لله من الفيديو بتاعنا النهاردة اه ياريت بقى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل علامة الجرز واشتركوا معنا في البيتج بتاعتنا على الفيسبوك وفي الجروب بتاعنا برضو وكمان ومارسي دفعوا قردهم الفيديو باي باي